ولا شيء يمكنه التغلب على الرابطة التي تجمع بين أمي وابنها لكن ماذا ستفعل إذا كان ابنك يشكل خطراً كبيراً عليك؟ هذه المشكلة التي وجهتها بيفرلي ليغيت حين بلغ ابنها سن الرشد بات مهوساً بالأفكار الشريرة لينهر كل شيء في أكتوبر من عام 2012 وستتسبب أفعال أري في تدمير الأسرة وستنشر اليأس في المجتمع وتسلط الضوء على نظام الرعاية الصحية النفسية في الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الضواحي الخضراء نجد منزل عائلة ليغيت والذي يضم الأمة بيفرلي وابنها أري تعيش هذه الأسرة في منزل مؤجر وهو منزل كبير يضم خمس غرف للنوم ولدت بيفرلي في الحادي من أكتوبر عام 1956 كانت عائلتها تضم والدها إدوين ووالدتها باربرا وشقيقها ستيف وشقيقتها مارثا لا نعرف الكثير عن طفولتها لكنها ظلت تعيش في هذه المنطقة حتى أصبحت راشدة كانت بيفرلي تعاني من عدة مشاكل في صحتها العقلية لذا لم تتمكن من مواصلة تعليمها حين كانت شابة لكنها تمكنت من إكمال تعليمها لاحقا حيث درست وتخرجت من كلية التمريد في عام 2011 نظرا لأن بيفرلي كانت أما لطفلين اخترت العمل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وأسعدها القيام بذلك مع أنها تخرجت وهي في العقد السادس من حمرها إلا أنها كانت معروفة بين زملائها بأنها امرأة مرحة وحنونة كان لدى بيفرلي ابن يدعى أري وابنة تدعى ليفيا للأسف انفصلت بيفرلي عن والدهما رون أي أنها كانت أما عازبة لكن حياتها العاطفية لم تكن موحشة تماما في عام 2006 أغرمت برجل يدعى سيف ميسيا حيث التقيا على موقعا إلكتروني للمواعدة وأغرما ببعضهما من النظرة الأولى كانا يخططان للزواج نظرا لأنهما مرتبطان منذ أكثر من خمس سنوات أمور عليهما إيجاد حل لها أولا فمثلا يجب أن يجد منزلا جديدا ليعش فيه معا كما كان يواجهان عقبات أخرى ويمثل ابن بيفرلي إحدى هذه العقبات ولد أري في عام 1988 أي كان عمره 24 عاما حين وقعت هذه الأحداث لسوء الحظ لم تكن حياة أري سهلة حيث شخص بأنه يعاني من اضطراب في النمو في السن الخامسة وللأسف فقد تبين أنه يعاني أيضا من عدة مشاكل تتعلق بصحته العقلية حتى أنه اضطر لدخول المستشفى ستة مرات بسبب هذه الاضطرابات منذ أن كان طفلا كانت هناك علامات تنذر بالقلق بشأن صحته العقلية لم يكن يرغب قط في استكشاف العالم من حوله كان متعلقا للغاية بوالده ووالدته كما كان يسير في المنزل ويتحدث إلى نفسه ولم يحاول تكوين صداقات قط وإلى جانب الصعوبات النمائية التي كان يواجهها كان مختلفا جدا عن زملائه في الفصل لذا كان عرضة للتنمر كان يلوم والدته على حالة ويضمر لها الكره الشديد وذلك لأنه يعلم أن والدته كانت تعاني من مشاكل في صحتها العقلية أيضا كان يرى أنه ورث ذلك عنها وأخذ يلومها على ذلك كان لدى بيفرلي تاريخ طويل من المعاناة مع الطراب ثنائي القطمة وهو الطراب المزعج للغاية للشخص المصاب به حيث يمر المصاب بنوبات اكتئاب أو نوبات هوس وقد تستمر هذه النوبات لأيام أو أسابيع أو حتى أشهر تجدر الإشارة إلا أن المريض يمر بفترات من الاستقرار يكون فيها طبيعيا وتختلف شدة الاضطراب من شخص لآخر فقد يعاني بعض الأشخاص من الحد الأدنى من الاضطراب بينما يحتاج بعض المرضى الآخرين إلى التدخل الطبي والعلاج النفسي أو حتى الإذاع الجبري في المصحات النفسية في بعض الحالات النادرة ولسوء الحظ يبدو أن بيفرلي عانت كثيرا من هذا الاضطراب فيما مضى قد أشرت في مذكراتها إلى أنها كانت تفكر بالانتحار في عام 1999 لكن يبدو أنها تمكنت من السيطرة على حالتها على مر السنوات التالية ويصفها أصدقاؤها القنامى أنها بدأت في أسعد حالتها في العام 2012 هناك عدة أسباب لذلك حيث كانت تتطلع إلى حياتها المهنية الجديدة وإلى مستقبلها مع خطبها سيث كما أنها ستحصل على حريتها أخيرا بما أن ولديها أري وليفيا أصبح راشدين الآن يصف الجيران أفراد العائلة بأنهم منغلقين على أنفسهم لكنهم وددين حين تلتقيهم في الطريق في العموم لم يظهر أي تصرفات مغلقة ولكن خلف الأبواب المغلقة كانت هناك الكثير من المشاكل الآخذة في التفاقم فقد بات أري يسبب لبيفرلي ألم لا يطاق ولسوء الحظ كان الأمر يزداد سوءا فالمشاكل العقلية التي يعاني منها أري بدأت تتفاقم وقد حاولت عائلته مساعدته من خلال العلاج النفسي والتدخل الطبي لكنه كان يقاوم كل محاولات تدخل العلاجي وبعد فترة وجيزة بدأ يتورط في مشاكل مع الشرطة ففي إحدى المرات هدد والدته وشقيقته واضطرت إلى الاتصال بالشرطة ونتيجة لذلك اعتقلته الشرطة وأنذرته بشأن سلوكه ورغم ذلك ازدادت خطورة تهديداته مع مرور الوقت مع اقتراب العقد الجديد صارت بيفرلي تعيش في خوف من ابنها ولم يعد وجودها في المنزل يشعرها بالارتياح لكنها كانت تحبه كثيرا إلى درجة أنها عجزت عن الابتعاد عنه وأخرا أصبح أري مهووسا بالأسلحة النارية والمواد الكيميائية أيضا ففي يناير من عام 2010 وجدت بيفرلي ابنها يخلط المركبات الكيميائية في الفناء الخلفي وكان عليها الاتصال بالجهات المختصة حيث وجدوا في حوزته حاويتين من بيلورات فيروسيانيد البوتاسيوم إضافة إلى قناع واق من الغازات بعد أن راجعوا سجلات بحثة عبر الإنترنت لاحظوا أنه كان متحمسا للغاية من أجل تحضيرها بعد شهرين التورط مع مكتب التحقيقات الفيدرالية بعد أن طلب مركبات كيميائية عبر الإنترنت ومن ثم طلب من الشركة إيصالها إلى عنوان غامض ومثير للريبة ولذلك تهمت الشرطة منزلة حيث اعتقلوه لأنهم وجدوا بحوزته كاتم الصوت للمسدس صنعه بنفسه وعلاوة على ذلك فقد تسببت تصرفته في نشر الظعر في كولورادو بعد أن أرسل طردا يحتوي على السيانيد إلى ملجأ للمشردين أسفر بحث الشرطة في منزل عائلة لقيت عن نتائج مقلقة للغاية حيث وجدوا أسلحة مفككة وبناطق صنعها بنفسه ومسدس معدل وكاتم صوت للمسدس ومركبات كيميائية خطيرة تضمنت هذه المركبات سيانيد البوتاسيوم وهو مركب عالي السمية حيث أن كمية ربع جرام منه تكفي لقتل إنسان ونتيجة لذلك يحتجز أري لارتكابه جنحة تعرض حياة الآخرين للخطر إضافة إلى اتهامه بحيازة أسلحة خطيرة أقر بذنبه في ارتكاب الجنحة ووضح تحت المراقبة لمدة عام كامل صدر بحقه حكم مؤجل لارتكابه جناية حيازة الأسلحة الخطيرة وقد أثار هذا غضب أري وهدد بقتل أمه وأخته ولذلك أخذوه إلى مصحة للأمراض العقلية حيث احتجزوه فيها لعدة أشهر إضافة إلى أنه أدل بعدة تصريحات معادية لليهود وأدرج على لائحة المراقبة في مكتب التحقيقات الفيدرالية وذلك بالرغم من أنه ينتمي إلى عائلة يهودية لكن ربما فعل ذلك بسبب غضبه من والدته وزوجها المستقبلي كما أخبرت بيفر للشرطة أن أري صرح عدة مرات بأنه يرغب في التخلص من أسرته بأي وسيلة ممكنة وهذا أثر قلقها بشدة كانت تعرف طبيعة ابنها المضطريبة أخيرا أطلق صراحه ووضع تحت المراقبة وقد شخص بأنه يعاني من اضطراب ثلائي القطب كانت حالته تزداد سوءا بشكل واضح وما زاد الطين بالله أن علاقته بوالدته كانت تتداهور يوما بعد يوم كانت هناك عدة أسباب لذلك لكن السبب الرئيسي هو علاقتها بسيث حيث أصبحت علاقة بيفرلي مع خطيبها جدية للغاية وكانا يرغبان بتوطيل علاقتهما أكثر لذا كان يخططان للزواج والعيش في منزل واحد معا لكن من أجل تحقيق ذلك كان عليها الانتقال من منزل العائلة وبالتالي ستترك أري ليتدبر أمره بنفسه وإذا تركت والدته المنزل فهذا يعني أنها ستتخلى عنه وهذا الأمر أغضبه بشدة بحلول عام 2012 لم تعد بيفرلي قادرة على تحمل كل هذا التوتر والكره وبدأت آثر الضرر الذي سببه أري بالظهور لأنها قررت إزالة اسمه من وصيتها ولم يتقبل أري هذا القرار بصدر الرحب بحلول مساء يوم 14 أكتوبر عام 2012 لاحظ المقربون من بيفرلي غيابها لم تتمكن ليفيا من الاتصال بوالدتها ولم يسمع ست أي خبر منها فاتصل سيف بمنزل العائلة في 15 أكتوبر وأجاب آري على الهاتف وحاول تقليد صوت والدته لذا أدرك سيف أن هناك خطبا ما ازداد قلق أصدقاؤها وعائلتها لذا أبلغوا الشرطة باختفائها وحين وصل رجال الشرطة لتفقدها في المساء أثيرت شكوكهم بشدة كان المنزل يبدو خاليا لكن الشرطة رصدت نشاطا لبطاقة بيفرلي الائتمانية في مكان قريب لذا أصدرت الشرطة عميما للبحث عن سيارة بيفرلي وبعد يومين وجدوا سيارة تطابق مواصفاتها في ضحية قرية جرينوود في دينفر التي تبعد نحو أربعة أميال عن منزل بيفرلي لاحظ أحد رجال الشرطة وجود سيارة تتحرك بشكل مشبوه فأوقفها بعد التحقق من لوحة الترخيص اكتشف الشرطي أنها سيارة بيفرلي عندما اقترب الشرطي من السيارة رأى شابا بشعر طويل يتصرف بشكل غريب بدأ له أن السائق هو أري لكنه لم يكن متأكدا تماما من ذلك أمر الشرطي السائق بإيقاف السيارة وإخراج يديه من النافذة لكن بدأ أن السائق لم يكن يرغب في تسليم نفسه للشرطة ضغط على دواسة الوقود وانطلق بسرعة في الشارع وبدأ الشرطي يطارده أدرك الشرطي عندها أن الشخص الذي يقود سيارة بيفرلي هو أري بالفعل وحين حاول الانعطاف يمينا فقد أري سيطرته على السيارة وانحرف عن الطريق ثم توقفت السيارة بعد استضامها بجدار خرسني بدأ يركض محاولا الهرب وركد رجال الشرطة خلفه وحين وصل أري إلى طريق مسدود رفع يديه واستسلم ثبته رجال الشرطة على الأرض وقيدوه بينما قام بعضهم بتفقد السيارة لا شك في أنهم تمنوا لو لم يفعلوا ذلك لأن ما وجده كان مروعا للغاية بعد أن فتحوا صندوق السيارة وجدوا عدة تحاويات كبيرة وبداخل تلك الحاويات وجدوا أجزاء مقطوعة من جسد بيفرلي ليغات أظهر مقطع الفيديو الذي صورته الكاميرا الموجودة في سيارة الشرطة أن رجال الشرطة اقتربوا من أري وأخبرهم أنه مجنون ومصاب بمرض عقلي ثم سألهم إن كان بوسعهم توجيه الاتهامات له في حال أثبت أنه مجنون ثم أخبر الشرطة أن العالم مؤامرة كبيرة فاعتقلوه وقيدوه كان رجال الشرطة يواجهون مشكلتين كبيرتين في هذا الموقف فمن ناحية كانت هناك أشلاء مرأة في السيارة ومن ناحية أخرى كان هناك رجل مجنون تماما لم يتمكن أحد من تحديد حالة أري وقتها ربما كان موهوما ومجنونا وربما كان يتصرف هكذا ليدعي أنه مجنون ويتملص من العقوبة كما دعا أري أنه إله وأن الجميع قادرون على قراءة أفكاره وأن بوسعهم رؤية الماضي والمستقبل إلى جانب تغيير أشكالهم كانت الشكوك تدور حول علاقته بوفاة والدته لذا أخذوه إلى مكتب رئيس قسم الشرطة وأجروا تحقيقا معه أخبرهم أري بالكثير من الأمور المثيرة للقلق ومن ضمن ذلك أنه قال منذ أن كنت صغيرا شعرت أن قدرات الله موجودة لدى الجميع حيث يمكنهم تغيير الماضي والمستقبل حين يريدون ذلك أظن أنني الشخص الوحيد الذي لا يملك هذه القدرات وحين سأله عن والدته أجابهم بأنه يعتقد أنها انتحرت حيث تناولت سيانيد البوتاسيوم وذلك لأنها تعاني من الطراب ثنائي القطب ادعى أري بأنه عثر على والدته ميتة لذا شعر بالذعر لأنه يحتاج إلى المال ثم قرر أنه سيخفي حقيقة وفاتها ليواصل استخدام بطاقتها الاعتمانية كان يبدو جدا فيما قاله حتى أنه حاول إقناع الشرطة أن خمسة من مئة من المصابين بالطراب ثنائي القطب ينتحرون ادعى أنه يستحيل أن يسممها من دون أن تلاحظ لأن رائحة السم وطعمه قويان حين فتشت الشرطة منزل آري وجدوا سيانيد البوتاسيوم في الثلاجة وهو سم ذو مفعول سريع وتأثير قاتل على البشر وجدت الشرطة أيضا آثر دماء بشرية في الثلاجة وحوض الاستحمان كما وجدوا من شرل المعادن في غسالة الأطباق ولاحظوا وجود خدوش وأثلام على طول حافة حوض الاستحمان ومن ضمن المشاهد المؤلمة أن قطة العائلة كانت ميتة تحت سرير آري بعد إجراء التشريح على الجثة وجدوا آثر للسيانيد في جسم بيفرلي وجسم القطة وبحلول نوفمبر خضع آري للتقييم في مستشفى الحكومي وخلص التقييم إلى أنه عاقل ويمكنه أن يخضع للمحاكمة لكن آري كان مصرا على أن يبرئ نفسه عبر الدعاء الجنون بالانتقال إلى الإجراءات القانونية لهذه القضية بات من الواضح أن التحدي الرئيسي في هذه المحاكمة يتمثل في نفي أو إثبات أن آري كان مجنونا عند مقتل بيفرلي إذن ما حقيقة ما جرى مع بيفرلي وآري وهل هو الملام على ما حدث؟ الجواب بصراحة وبساطة هو نعم حيث ازداد هو سؤر مؤخرا بالأسلحة الكيميائية والسموم وفي سنوات التي سبقت عام 2012 اشترى كميات كبيرة من سيانيدا البوتاسيوم وفي الفترة التي سبقت وفاة والدته أمضأ رعدة أشهر وهو يحاول مزج السمد من المشروم وقد ثبت أنه كان يفكر في قتل والدته حتى أنه هددها هي وشقيقته بالقتل وقد سبق وأخبرت بيفرلي الشرطة أنه كان مهوسا بتنفيذ أفكاره تبين للمحققين أن بيفرلي كانت تنوي إخراج آري من المنزل بعد زواجها من سيث وقد عرض الشهود رسائل وأدلوا باعترافات تؤكد صحة هذا الكلام من المرجح أن علاقتها مع ابنها وصلت إلى حد حرج حين أخبرته بهذا وفي مساء يوم 14 من أكتوبر عام 2012 سمم آري والدته باستخدام السيانيد ولا نعرف إن كان قد سمم القطة عمدا أم أنها وجدت بعد السيانيد على الأرض جرها آري إلى الحمام واستخدم المنشار لتقطع جسدها وأثناء ذلك تسبب المنشار بخدوش وأثلام في حافة حوض للسحمام أمضى نحو 24 ساعة في تقطع جثة والدته إلى قطع صغيرة ثم نظف المنزل ووضع أشلاء والدته في حاويات بلاستيكية ثم ملأ الحاويات بالخل وزيت الزيتون وبالمناسبة فإن خليط الخل والزيت هذا يسرع في عملية تحلل الجثة بعدها وضع الحاويات البلاستيكية في سيارة والدته ووضع المنشار في غسالة الأطباق ثم حاول الرد على الرسائل والاتصالات وقلد صوت والدته كان آري ينوي تخزين الحاويات البلاستيكية في وحدة تخزين ومن ثم سيأخذ بقايا والدته بعد تحللها ويدفنها في الجبال لكنه بالطبع لم يتمكن من تحقيق ذلك في المحكمة تظاهر آري بأنه مجنون ودع البراءة ودع محاموه بأنه يعاني من اضطرابات عقلية حدة تشمل من جملة ما تشملها الأوهام والهواجس الشديدة بينما أكد فريق الادعاء أن آري اشترك ميات كبيرة من السيانيد قبل فترة طويلة ليثبت أن نواياه كانت محسوبة وأنه فعل ذلك وهو بكامل قواه العقلية وجدت المحكمة أن بعض تصرفاته كانت غريبة للغاية لكن كان من الواضح أن آري يعرف أين هو ويدرك طبيعة الاستجواب حيث كان يصغي بإمعان إلى أسئلة محقق وطلب توضيحا حين أربكه أحد الأسئلة وهذا يشير إلى أنه كان يدرك ما يدور حول النقاش كشف فريق الادعاء أنه قبل وفاة بيفرلي بأيام اتصلت بالطبيب النفسي الذي يعالج ابنها لتسأله عن حالته وأخبرته بأنها قلقة لأنه توقف عن تناول أدويته وبدأ أن حالته تزداد سوءا للأسف كانت شكوكها صحيحة لكن بموجب القانون لا يسمح للطبيب النفسي بإفشاء أي معلومات لعائلة آري وأكد الطبيب أنه ملزم قانونيا بتجاهل كل مخاوفها بسبب خصوصية آري وقانون نقل بيانات التأمين الصحي والمساءلة وباختصار فقد خذل النظام بيفرلي كانت تشهد حالة ابنها وهي تتدهور بشكل ميؤوس منه وكان عدوانيا وغير متزن بطبعه كانت بيفرلي تراقب انهيار عالمها وعالمه ولم تتمكن من معرفة رأي الطبيب النفسي بما يحدث هدنا آري ليجات بجريمة قتل من الدرجة الأولى وعد مسؤولا عن موت والدته وعند إصدار الحكم كان يهتز بهدوء في مقعده رفض النظر إلى باقي أفراد أسرته ثم أخذ نفسا عميقا وتحدث إلى محاميه حكم عليه بالسجن المؤبد من دون إمكانية الحصول على إفراج المشروط يعد مجال الصحة العقلية مجالا سريع التغيير في عالمنا المعاصر ومع أننا نسير في الطريق الصحيح إلا أننا ما زلنا نفشل أحيانا في توفير الوقاية والعلاج المناسب كانت والدة آري هي الثابت الوحيد في حياته ويقول زوجها السابق أنها أفنت عمرها من أجل ذلك الفتاة كانت تدعمه تماما في كل الأوقات ولهذا شعرت بأنها لا تستطيع طرده خارج المنزل ولأنها لم تستطع التخلي عنه كانت تعيش في خوف دائم منه رغم أنه كان الشخص الوحيد العزيز على قلبها استمرت هذه العلاقة المضطربة إلى أن انتهت بموتها أمل أن يكون أفراد عائلة لغت قد وجدوا السكينة والسلام ترجمة نانسي قنقر